أصدر الاجتماع الوزري بإسبانيا بيان مدريد المشترك حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتضمن البيان المطالبة بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك ممر فلاديلفيا ورحب ممثل مجموعة لتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة تعاون الإسلامي من مملكة البحرين ومصر والأردن ودولة فلسطين وقطر والسعودية وتركيا ووزراء خارجية وممثل كل من أيرلندا ونرويج وأسلوفينيا وأسبانيا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو من عام 2024 وجدد بيان مدريد المشتركة تأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية